يحكى أن تعطلت سفينة في الماء وكانت هذه السفينة سفينة تجارية كبيرة وتعطلت وهي في عرض البحر من كثرة الأحمال والمتاع الذي فيها فأصبحت مهددة بالغرق فاقترح ربانها أن يتم رمي بعض المتاع والبضاعة في البحر ليخفف الحمل على السفينة وتنجو فأجمع أن يتم رمي كامل بضاعة أحد التجار لأنها كثيرة فاعترض التاجر على أن ترمى بضاعته هو وحده واقترح أن يرمى قسم من بضاعته لتاجر بالتساوي حتى تتوزع الخسار على الكل ولا تصيب شخصا واحد فقط فثار عليه باقي التجار ولأنه كان تاجرا جديد ومستضعف تأمر عليه ورموه في البحر هو وبضاعته وأكملوا طريق سفرهم أخذت الأمواج تتلاعب بالتاجر وهو موقن بالغرق وخائف حتى أغمى عليه وعندما أفق وجد أن الأمواج ألقت به على شاطئ جزيرة مجهولة ومهجورة ما كاد التاجر يفيق من إغمائه ويتقط أنفاسه حتى سقط على ربتيه وطلب من الله المعونة والمساعدة وسأله أن ينقذه من هذا الوضع الأليم مرة عدة أيام كان التاجر يقطط خلالها من ثمار الشجر وما يصطاده من الأرانب ويشرب من جدول مياه قريب وينام في كوخ صغير ثم بناه من أعواد الشجر ليحتمي فيه من برد الليل وحر النهار وفي ذات يوم وبينما كان التاجر يطهو طعامه هبت روح قوية وحملت معها بعض أعواد الخشب المشتعلة وفي غفلة منه اشتعل الكوخ فحوله إلى كومة من النار ولكن لم يستطيعه فقد التهمت النار الكوخ كله قبل أن يحاول أن ينقذ كوخه هنا أخذ التاجر يصرخ لماذا يا رب لقد رميت في البحر ظلما وخسرت بضعتي والآن حتى هذا الكوخ الذي يؤيني احترق ولم يتبقى لي شيء في هذه الدنيا وأنا غريب في هذا المكان لماذا يا رب كل هذه المصائب تأتي عليه ونام التاجر ليلته وهو جائع من شدة الحزن لكن في الصباح كانت هناك مفاجأة بانتظاره إذ وجد سفينة تقترب من الجزيرة وتنزل منها قاربا صغيرا لإنقاذه وعندما صعد التاجر على سطح السفينة لم يصدق عقله من شدة الفرح وسألهم كيف وجدوه وكيف عارفوا مكانه فأجابوه القدرائين دخانا فعرفنا أن شخصا ما يطلب النجدة لإنقاذه فشئنا لنرى وعندما أخبرهم بقصته وكيف أنه رمي من سفينة التجار ظلما أخبروه بأن سفينة التجار لم تصل وغرقت في البحر فقد أغار عليها القراصنة وقتلوا وسلبوا كل من فيها فسجد التاجر يبكي ويقول الحمد لله يا رب أمرك كله خير سبحان الحكيم الذي أنجاه من القتل واختار له الخير سبحان مدبر الأمور كلها من حيث لا ندري ومن حيث لا نعلم فلذلك يا عزيزي تذكر دائما إذا ساءت ظروفك فلا تخف فقط ثق بأن الله له حكمة في كل شيء كل شيء يحدث لك وأحسن الظن به واعلم أن الله يدبر شؤونك وما أعظم من الله أن يدبر لك شؤونك الحبيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر